معنا تليفون تاني أم محمد أيها حضرتك أهلا وسهلا يا فن بتفضلي يا فن بحرك معنا على الهوى إزيك يا دكتور أهلا وسهلا يا فن أنا كنت وصلت مع حضرتك من رمضان من رمضان أو مستني حضرتك من ساعتها وكنت خدت الرقم الكنترول بس هاخده دولئتي كانت تكيفي وكان غالق حضرتك خدي رقم الكنترول بصبوط الأستاذ علي قاعد على الكنترول خدي منه رقم التليفون وتشارفين يا فن في أي وقت كنت عادي بتسأل حضرتك على حاجة تحت أمرك تفضلي يا فن بحرك معنا على الهوى تفضلي كنت بسأل هو المرض النفسي بيورس آه يا فن بيورس والمرض العقلي إيه الفرق بينه وبين النفسي حلوة قوي ده سؤال جميل أنا أحييكي على سؤالك ياريتك اتصلت بيه من زمان بس يا فن في حاجة اسمها أمراض نفسية وفي حاجة اسمها أمراض عقلية المرض النفسي اللي هو يعني فكرة إن حد عنده شوية اكتئاب ألق وتوتر عنده لازمة بيعملها بإيده أو برجله أو بجسمه دي حاجة اسمها نفسية لكن الأمراض العقلية هي الأمراض اللي بتخرج الإنسان عن نطاق العقل يعني مثلا تلاقي عينين يقولك مثلا إحنا بنتخيل إن فيه مثلا حاجة ماشية في البيت طب هو فيه حاجة ماشية في البيت؟ لا، طيب ده مرض إيه؟ نفسي والعقلي؟ عقلي لأن العقل خرج عن النظام المألوف أو خرج عنه الطبيعي إذن فيه فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي المرض النفسي يمكن علاجه المرض العقلي يحتمل علاجه يعني المرض النفسي واحد عنده اكتئبت بيتعالج واحد عنده قلق وتغطر بيتعالج واحد عنده صدمات نفسية صدمات عاطفية يمكن علاجه والأمراض العقلية بقى اللي هو زي الفصام أو الخروج عن المألوف أو كده ده بيبقى بنعالجه بس يعني برضه مش زي الأمراض النفسية يا فنم لكن الاتنين بيورسوا المرض العقلي بيعالج بالأدوية ولا ممكن نلجأ لها لبعد كده نعم المرض العقلي بيعالج بالأدوية ولا ممكن يعالج بالجلسات النفسي ولا العقلي 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 بالأدوية الاول وبعدين لما نشوف الاستجابة بتاعته نبتدي نعمله جلسات